اهلا بكم في فيديو الجيد من الموسوعة العربية الشاملة اليوم رح نتعرف على الحيوانات المهددة بالانقراض في المملكة اولا خفاش السند وهو احد انواع الخفافيش والذي اطلقوا عليه اسم نجمة السماء ويتم دواجد هذا النوع في كل مكان من البلدان التالية افغانستان واران والعراق وعومان وباكستان وكذلك في اليمن وبداخل اراضي المملكة العربية السعودية ثانيا الاطم بقر البحر وهو نوع من الحيوانات البحرية ويشبه لحد كبير حيوان الدولفن وهو من الحيوانات المنتشرة باعداد ضئيلة جدا غرب المملكة داخل البحر الاحمر ثالثا الوعل النوبي وهو احد انواع الماعز الذي تعيش بالصحراء وهو ايضا من الانواع المهددة بالانقراض في المملكة ويعود هذا لكثث القيام باستياده رابعا قرد الرباح او البابون وهو نوع من انواع القرود البرية والتي تتم انتشارها بفعض من الدول مثل الصومال واثيوبيا واليمن والجزيرة العربية ولكنها توجد باعداد قليلة جدا خامسا المه العربي هذا النوع من الحيوانات لديه قرون طويلة مستقيمة وهو مهدد بالانقراض لان الناس يقومون باستياده للحصول على ابواق لسياراتهم سادسا قط الرمال حيث ينتشر في بعض الاماكن المحددة جدا التي تقع بصحراء الربع الخالي ولمعرفة بقية الحيوانات تابعونا على موسوعة.com واذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا انكم تساوهون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو وايضا تقدرون تابعونا على السوشيال ميديا انستجرام فيسبوك وتويتر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة